من أدق المصطلحات التي تحتاج إلى مراجعة مصطلح الثقة بالنفس قال رب العزة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين فتقدير النفس هو وضعها في موضعها موضعها الذي تستحقه بما لها من حقوق وما عليها من واجبات تحت مضلة العبودية فالثقة لا تكون إلا بالله وطلب العون منه وهنا معنى الثقة والقوى الحقيقية لأنك في حقوقك سوف تطلب ما أقره الله لك وفي واجباتك ستؤدي ما فرض عليك ومن يتعامل بالحق والعدل لا يضل والفرق واضح لمن كان مؤشر بصلته لنفسه ومن كان مؤشر بصلته لرب السماء فكرامة العبد وشرفه من قوة وعظمة وجهته فاللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل لو عجبتكم تمراية النهاردة شاركوها مع كل اللي بتحبوهم وإن شاء الله أقابلكم في تمراية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته